بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي الطلاب معكم عبد السلام الشلقامي معلم الإسلاميات ومع الوحدة الثالثة العبادات الظاهرة ومع الدرس الخامس عشر النذر أولا النشاط الأول وإجابته حكم النذر النذر لله تعالى مكروم والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وفي رواية إنه لا يأتي بخير النذر عبادة مع كراهية ابتداء النذر إلا أن من التزم نذر الطاعة وجب عليه الوفاء به لله تعالى والدليل على ذلك واحد قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوفون بالنذر قول الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه النذر لغير الله تعالى شرك أكبر كل عبادة يجب صرفها لله تعالى ومن صرفها لغيره فقد أشرك مثال النذر لغير الله ألف النذر للقبور والأضرحة النذر لصاحب القبر أنه إذا رزق بولد أن يقدم الطعام والشراب لضريحه والآن مع النشاط الثاني الأسئلة والإجابة النشاط الثالث الأسئلة والإجابة والآن مع التقويم الأسئلة والإجابة النشاط الثالث 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 الأسئلة والإجابة